أحييكم من جديد مشاهدين تناولت مجلة دابق الصادرة عن مركز الحياة للإعلام التابع لداعش في عددها لشهر يناير تناولت مقالا تصف فيه القاعدة وزعيمها أيمن الظواهري بأنه أداة إيرانية تستعملها لحماية مصالحها مستندة فيما ذهبت إليه إلى عدة معطيات نستعرضها مع الزميل جمال العريبي ينخلط كل من داعش والقاعدة في التفوق في الدائرة الجهادية المؤثرة فلا توجد رحمة بينهم أو تجاه بعضهما البعض ولا يتردد أحدهم في أن يقتل الآخر في أي فرصة ومع ذلك فإن الحرب بينهم تذهب لأبعد من ساحة القتال حيث تهدف أيضا إلى السيطرة على قلوب وعقول المناصرين الحرب النفسية هي نقطة فاصلة لتنظيمي البغدادي والضواهري لأنها تؤثر بشكل مباشر على تجنيد العناصر وتمويل التنظيم ويبدو أن داعش يريد استغلال هذه الفرصة على قتل قاعدة وموقفها اتجاه إيران تهدف دعاية داعش المحسوبة بدقة عن طريق تصريحات القاعدة السابقة إلى إثبت أن القاعدة في الماضي كانت تتعاون مع إيران وتتجنب استهداف المصالح الإيرانية مهما كلف الأمر أحدث مثال على هذا الهجوم المتعمد حول ملف القاعدة وإيران جاء في عدد شهر يناير من مجلة داعش الناطق بالإنجليزية دابق بالتزامن مع مهاجمة داعش لعلاقة القاعدة بإيران داعش أيضا يوجه ضرباته نحو الشيعة وينعتهم بالكفار بهذه الطريقة يريد داعش أن يسهدف عصفرين بحجر واحد تشويه سمعة القاعدة بين الجهاديين إضافة إلى زيادة التوتر الطائفي بين الجمهور العام من الواضح أن سياسة الظواهر ضد الروافض مبنية على فكره الضال بأنهم مسلمون وبحسب ادعائه فإنه لا يوجد دولة إسلامية على مر التاريخ قامت بقتل الروافض إلا أن هذا الواقع تغير عند ظهور الدولة الصفوية منذ أربعمائة سنة مجلة داعش الناطقة بالإنجليزية دابق قالت إن حجج القاعدة لتجنب استهدافها لإيران غير صالحة بالطبع يجب على المرء أن يتذكر أن داعش ذاتها لا تهتم بالدين ولا بشريعة دينية بل أنها تنتهك الدين لتحقيق أهداف سياسية إلا أن هذه الرسالة ليست للمسلمين العاديين هذه الرسالة تهدف لضرب القاعدة ضمن صفوف الجهاديين وتتهم مجلة دابق فيار الظواهري بكونه ليس عنفا بالدرجة المطلوبة فيقول الظواهري لا يجب على المجاهدين قتال الطوائف الضالة مثل الروافض الإسماعليين والصفيين الضالين طالما أن هذه الطوائف لا تقاتل أهل السنة إذا قاموا بقتال أهل السنة فيكون الرد عليهم مقتصرا على المقاتلين من هذه الطائفة فقط يجب أن نتجنب الهجوم على غير المقاتلين عوائلهم، منازلهم، أماكن عبادتهم واحتفالاتهم، وتجمعتهم الدينية يجب التعامل مع أهل هذه الطوائف بالحكمة والدعوة ونشر الوعي بينهم يجب تحذيرهم من الفتنة التي يحاول أعداء المجاهدين استغلالها لاحتلال هذه المناطق بعد ذلك تحاول دابق ربط رسالة الظواهري بأبو مصعب الزرقاوي يبدو أن داعش يريد القول أنه من أتباع الزرقاوي وليس القاعدة تقتطف دابق هذه الفقرة من الرسالة حيث يطلب الظواهري من الزرقاوي التوقف عن مهاجمة وقتل أناس أبرياء بناء على معتقداتهم الدينية فقط في رسالته المخزية يقوم الظواهري بتوبيخ الشيخ أبو مصعب الزرقاوي قائلا إذا كان استهداف كبار قادة الشيعة ضروريا كما تدعي فلماذا تقوم بمهاجمة الأشخاص العديين من الطائفة الشيعية أليست مسؤوليتنا أن نتحدث معهم ونقوم بدعوتهم ونرشدهم للطريق الصحيح هل قامت أي دولة إسلامية على مر التاريخ بفعل هذا وما الذي كنا سنخسره إذا لم نقم باستهداف الشيعة هل نسي إخواننا أننا وإيران بحاجة لبعضنا البعض ولا يجب على أحدنا أن يؤذي الآخر خصوصا في هذه الحقبة التي يتم فيها استهداف كلانا من قبل أمريكا هذا دليل آخر على عنف داعش الطائش وعلى أن التنظيم الإرهابي غير قادر على الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء تقوم دابق بتقديم رسالة أخرى للظواهرية لتجادل وتقولنا القاعدة غير جادة في مهاجمة إيران وفي رسالة أخرى يوبخ الظواهرية الذين يقومون بسداف المعابد الشعية والأسواق والأحياء الشعية حيث يقول هذه الأفعال تهدر دم يحرم هدره حيث يحرم هدر دم النساء والأطفال والعوام من الشيعة ما عدى المقاتلين لأنهم معذورون نتيجة لجهلهم ومن ثم يقول ساخرا هل تريدون قتل كل الشيعة في العراق ومن بعدها قتل كل الشيعة في العالم هذا الانتقاد تم توجيهه للقاعدة سابقا من قبل آخرين ومن ضمنهم جهديون آخرون ولكن هذا اتهام رسمي نادر من قبل داعش ويظهر في أبرز منابر داعش العامة الطريقة التي يهاجم فيها داعش القاعدة تظهر مجددا طبيعة داعش الإجرامية وافتقاده لأي حس منطقي أو حس عدالة أو حتى إنسانية كل هذا يؤكد على أهمية التحالف الذي تم تشكيله لقتال داعش لكن هذه الهجمات التي يشنها داعش على القاعدة لا تسادف العامة من الناس إنما تسادف المجاهدين ليوضحوا لهم بأن لدى القاعدة أجندة للتعاون والتنسيق مع إيران ليس من السهل على القاعدة إنكار هذه الاتهامات خصوصا أنه من المعروف أن كبار قادة القاعدة أمضى والعديد من السنوات في إيران والمتعاطفون مع القاعدة أيضا منزعجون من عدم سدور أي رسالة فيديو من الظواهرية تنفي فيها اتهامات داعش حول تواطئ القاعدة مع إيران في الأونة الأخيرة ومن الجدير بالذكر أيضا هو توقيت هجوم داعش على القاعدة حول مسألة إيران يأتي هذا الهجوم عندما تكون هناك ذلائل تشير إلى أنه من الممكن للقاعدة أن تعيد تقييم علاقاتها مع الحكومة الإيرانية في محاولة لضحض وتفنيد هذه الإدعاءات وبالتالي تشكل خطرا متزيدا على إيران ومصالحها هجوم داعش المحسوب توقيته بدقة قد يزيد أيضا مخاوف إيران حول القاعدة ويدفع طهران لتقييد أنشطة أعضاء القاعدة الموجودين حاليا في إيران وهذا بدوره سيقنع أعضاء القاعدة في إيران أن إيران لم تعد الملاذة الآمن ولم تعد قابلة للحياة بسبب إجراءات الحكومة الإيرانية المحتملة ضدهم يبدو بأن داعش قد اتخذ خطوة مدمرة مما سيضطر القاعدة إما أن تقبل هذه الاتهامات من خلال الصمت وعدم التعليق عليها أو اتخاذ خطوة مضادة للرد عليها اشتركوا في القناة